اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الوقت اتركوا في القناة اصنع سبق الباية اكثر سلام عليكم كما تفكروا على خير. مهم البنات تسمحوا لي بزف بزف على تعطال ديالي في في الوصافات. بزف منكم قلتوا لي سانة ارجعي الوصافات. سانة اشاركي معنا الوصافات. الحمد لله كانت عندي واحد المصداقية. كانت عندي آآ يعني آآ البنات اللي يعني يجربوا الوصافات ديالي وعطتهم واحد النتيجة اللي هي زوينة بزف. هما ليحفزوني. هما ليشجعوني باش رجع ندير معاكم الوصافات من جديد. مهم البنات اول حاجة قبل ما غادين بدل الوصفة غادين دير مقشير يعني تقدروا اي مقشير انتو ما بغيتو. سواء مقشير آآ كاتشري و هكا ملافا غماسي ولا هادا او كاتصوبو. بالنسبة لي انا يا هاد المقشير هادا 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 ديال القهوة و خلطهم بزيت البلدية. هادا هو المقشير اللي كان نرتاح فيه فعلا كان نرتاح فيه وكي خرج ليه وجهي كيشقشق صراحة. مهم غادين قوميهم زيان مزيان كيف ما كتشوفو في جيتني في يعني البلايس اللي تكونو يعني مدرقين مش مدرقين يعني تكونو مديرين يعني خاصوا نقوميهم زيان مزيان موهم غادي كيف ما كتشوفو باقي مدرت لوصفة لاتشي حاجة شوفو غير القوماج كي اضافة الوصفة نضيف كل مجهود نضيف الوصفات التي ستنجح معكم من اول استعمال نأخذ الكاسرونة نضيف الحليب خضر نضيف البطاطا نضيف فوق مهينة نضيف البطاطا نضيف خضر النبي ايضا لتصبغة بالجسم ستحمل فقد ذاته المصدر من أول السعمل و لا ترى أول السعمل ستعجزون تقوم بطاطا لا تطعون بطاطا فوق البطاط تحديد حليب يأخذ الضف السابونة لا يعلق عليها سابونة لكن انا تحديد حليب تحديد حليب تحديد حليب وحليب تحديد حليب وجه كيسفالية مهم هي طابت وحليب سوف نحيدها من فوق البوتة سوف نحيدها سوف نظيف ونزيد سابونة محقوق يجب أن يجب يجب أن يكون خمسة لأنها تريد جسم كامل و بالنسبة للبنات الكيمية تصبح تلاجى او خلطة أخرى جديدة اخرى بعد مكونات السابون يبقى ان نحرك فيه حتى يدوب مع هذه الحامض الضفون تضيفهم القطرة لا تضيف نص حامض ولا تجمعوا غير الحامض نقوم بحضور قطرات 3 قطرات 3 لكن اذا كنت اخلطوا لديك اخلطوا الحامض لا نصحك بها لن تصنيع الحامض نقوم بحضور قطرات الحامض اخلطت ماء الصغيرة ديال الميزينة او دقيق الضغرة صافي كنخلطها شي مزيان مزيان وغاد يرجعها مباشرة هتنا فوق البوطة على عافية مهيلة غير بيد ما نساج مولي يدوك المكونات مبعد ديالتهم وغاد ينحيدها من فوق البوطة البنات ما تنسوش لياللايكات البنات ما تنسوش لياللايكات ومن يتجربوا الوصفة بقتاجوها وجعتكم النتيجة او الاحباب ديالكم بها كما تعمل فائدة مهم من حييتها من فوق البوطة هنا درتها في الكازي المولي ناكس ديرها بالميكس ومهم خاصة تطحن بشيء او القوام اللي هو كريمي درتها هنا في المولي ناكس ونضح تسطحن ومباشرة انتم كما تشوفوا يكون القوام ديالها كريمي عرتي الرواحة ديالها ووعه بزاف بزاف SO يعني كي ترونها للحم ديالكم ولا يتخليوا الوجه ديالكم ولا شيء هاجه قد تخليوا وحد الملمس خطيرا اتخليك بحلن تقليل وشيء نبين يضحي بعض الملمس خطيرا المهلم تكون كريمي جيد جيد ومهم انتم كما تنسوشوا القوام ديالها هكا خاصه يكون اجراء المصدقية بناتنا وكيف تعودين لدينا اي حاجة نجربها على وجه قدامكم وكيف تعرفون الوصفات كيف يعطوهم النتيجة هنا سوف نديرها في التلاجة 10 يام ويعودوا خلطة اخرى جديدة لا تبسد هنا سوف نطبقها على وجه مهم سوف نديرها على وجه كله سوف نديرها على يد جسم كامل لا تنسوني من دعم وان شاء الله في الوصفات وكيف تعرفون نتيجة وكيف تعرفون نتيجة لدينا خاصة وكيف تعرفون شهرة حق لا تزيدوا لا تنقصوا في الوصفات وكيف تعرفون وكيف تعرفون المفعول وكيف تعرفون في التعليق لتحفز وكيف تعرفون الوصفات وكيف تعرفون ندير وجه كله اي وصفة نديرها ندير وجهي وعنقه وكيف تعرفون لون موحد وما بين العنق اوه اوه والله قصمي لها البنات هاد الوصفة هاد هي بعدها غير البطاطة انا كم عارفين وتحايد الهالة السوداء وتحايد الرؤس السوداء وكتساعدكم انكم يعني تخلصوا من دقة تار ديال الشمس وكتساعد في تفتيح سوف نقوم بوضعه سوف نأخذ بمئة باردة فصلت بوضع الوصفة سوف نبجة الماء سوف نقوم بمئة بردة سوف نقوم بترطيب اشتركوا في القناة